قلم وأوراق فريغة وكوب من الماء هي السحة المرشحين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون في المناظرة الأولى ضمن ثلاث مناظرات ستجرق بين إرجاء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة فتطرح الأسئلة عبر ثلاثة مديرين للمناظرة ووسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي سيكون لكل مرشح دقيقة واحدة للإجابة فقط فيما كانت المناظرات تبدأ بمداخلة لساعة تليها تسعون دقيقة من الرد ثم ثلاثون دقيقة للرد على الرد يرشح المحللون أن تدخل هذه المناظرة في تاريخ السياسة الأمريكية مع نسبة مشاهدة ستصل إلى مائة مليون شخص تقريبا بعدما جذبت المناظرة الرئاسية الأولى في التاريخ الأمريكي بين الرئيس جيمي كارتر ومنافسي الجمهوري رونالد ريغان عن ثمانين أكثر من ثمانين مليون تغيرت الأحوال وتحولت الصورة وتقنياتها فإلى جانب التلفاز والراديو سيتمكن المواطنون من مشاهدة مناظرة ترامب كلينتون على صفحات فيسبوك وحسابات التغريد تويتر جرت المناظرة الأولى تلفزيونيا عام ستين بين نائب الرئيس المنتهي ولايته ريتشارد نيكسون والجون كينيدي الذي كان دخيلا على السياسة فأثبت أنه رجل الساعة حيث أظهر جاذبية على الشاشة أكثر من منافسه الذي بدت عليه علامات عدم الارتياح تحت الأضواء وكان نيكسون قد خرج حديثا من المستشفى ورفض الخضوع لتحسين مظهره قبل ظهور على التلفزيون فجذب كينيدي الأنظار إليه وحول تأخره في استطلاعات الرأي بشكل طفيف عن خصمه إلى فوز انتخابي ليس هناك هيمنة سوفيتية في أوروبا الشرقية موقف واحد كان كفيرا خسارة جيرالد فورد انتخابات عام 76 حين تناول الحديث موقف الاتحاد السوفيتي من أوروبا وهذا التعليق أثار مفاجأة لدى الإعلامي الذي كان يدير المناظرة إلى حد أنه طلب إلى المرشح مجددا توضيح أقواله لكن فورد رفض الاعتراف بخطأه ما أثر سلبا في استطلاعات الرأي يدرك العارفون في السياسة الأمريكية أن المناظرة التلفزيونية لا تنحصر نتائجها في أجوة المرشحين وحسب بل تحولت المناظرات إلى لعبة جذب للمشاهدين عبر علم لغة الجسد وتفاصيل قد لا يلاحظها المتلقي إنما يشعر بها هذا في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية أما في انتخابات الجمهورية اللبنانية فليس من مناظرات الرئاسية بل منظر واحد لا يتحرك منذ سنتين ونصف